السؤال اللي بعد كده بيقول أنا عايز أعرف حكم سماع الأغاني التحفيزية والوطنية وحكم لعب الدومنو أول حاجة احنا اتفقنا وخلاص استقر عندنا واستقرت الفاتوة عندنا بأن سماع الأغاني التي لا تشتمل على أي نوع من أنواع المعصية جائز وليس فيه شيء لأن سماع الأغاني الأغاني كلام حسنه حسن وقبيحه وقبيح وده جائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع غناء الجريتين في العيد وسيدنا أبو بكر جيه وحضرت النبي منعه من أنه يمنعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من السيدة عائشة لما يروحوا أفراح الأنصار أنهم يغنوا احتفالا بهذا الزواج عشان يبقى إعلان للبهجة والفرح يبقى إيه اللي حاصل يبقى خلال سماع الغناء سواء تحفيزي أو غير تحفيزي مدام لا يشتمل على دعوة للفجور أو دعوة للمعصية فهو سماعه جائز وخاصة بقى لو كان السماع ده السماع للأغاني الوطنية اللي بتجعل الإنسان تتغرس فيه قيمة من أعظم القيم وهي قيمة الانتماء وقيمة الوطنية فدوة أيضاً هيكون شيء قد يصل إلى الأشياء التي يكون فيها استحباب في بعض الأحيين إذا الواحد كان عايز يستشعر الانتماء ويحس بهويته ويحس بوطنيته في بعض الأحيين الحياة دي بتكون مستحب للإنسان سماعه عشان يطرد شيطان التلاعب بهويته أو بانتماءه أما بالنسبة اللعبة الضمنة فالحقيقة هي لعبة مباحة يعني إيه لعبة مباحة؟ لم يرد نص بخصوصها يمنع من لعبها وهي لعبة مباحة لأن إيه في الحقيقة شيء من الأشياء المباحة اللي ترجع للأصل بأن الأصل في الأشياء الإباحة ولكن دا مش دعوة على أن الناس ينفقوا الأوقات الكتيرة في هذا اللعب حتى تروح الطاعات وتروح العيش مع الله سبحانه وتعالى لا خلونا نتعامل مع المباحة لأنه مباح وليس للإلهاء وليس لإضاعة الأوقات لأن الإنسان سيحاسب على وقته وأنا في الغيب اللي بشوفه في حياة الناس أنهما بيعملوها بشكل مفوش هذا النوع من أنواع المبالغات فعلينا أن إحنا نعرف أن اللعب صحيح مباح ولكن ما يصلش إلى حد الإلهاء وهو في ذاته كده لكن ما ينفعش أنه يقترن كمان بحاجة حرام لا يقترن بقمار ولا يقترن بأشياء حرام لكن اللعب تضمن في ذاته كده لو كانت للناس بالعكس الترويح عن النفس وأن الإنسان يدخل البهج على نفسه بشيء من هذا الأمر أو شيء من هذا التفكير فأظنه ده شيء من الأشياء الحسنة اللي ممكن نفعلها في حياتنا